بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين حبتدي الحلقة بنتي جنة جابتلي تليفونها وعليه فيديو ناس بتعذب كلاب وقطط وكذا فيديو ورا بعض كده وبتبكي على فكرة هي سنها 18 سنة وبتبكي ايه يا جنة اللي زعالك قالت لي بص يا بابا الفيديوهات دي فقلت الناس اللي بتعمل كده دي يعني بتعمل كده اولا ليه وهل تعرف خلفية اللي بتعمله لو كان هناك قانون يمنع ضرب الحيوانات والله العظيم ما كان عمل كده خوفا من القانون يعني لو القانون المصري فيه المادة رقم مثلا 121 اللي يضرب كلب او قطة او يحرقهم زي ما الافلام عاملة او يعذبهم ياخد ستة شر سجن ما كانش عمل كده كان خاف لكن هو ما عندوش فكرة ان فيه واحدة ست دخلت جهنم عشان قفلت على قطة ما يعرفش كده ما قراش دينا يا ابني يمنع تعذيب الحيوانات ياللي بتعمل كده دخلت النار امرأة في هرة عملت ايه الستة دي حبستها فلا هي ثابتها تاكل لوحدها من اللي في الارض ولا هي اطعمتها دخلت جهنم لا نفعها صلاتها ولا صيامها ولا زكاتها ولا اي حاجة ما نفعتهاش لو اللي عمل كده اللي انا شفته في الفيلم ده يعرف هذا الحديث ما كانش عمل كده تخيل تخش جهنم عشان قطة او كلب بتعذبه بص العكس بقى واحدة ستة لا كانت بتصلي ولا بتصوم ويقال انها غانية غانية يعني ستة مش قويسة لقت كلب عشان جابت جزمة ونزلت فبير لمالة الجزمة وساقته دخلت الجنة يا اخوانا الكلاب والقطط وجميع الحيوانات دول مخلوق مخلوق ربنا عامله بليش نرجع القرآن صورة الكهف اللي اللي بتعمل كده مفروض تقرأها كل يوم جمعة كل يوم جمعة لازم تقرأ صورة الكهف اشرف ناس في الدنيا اهل الكهف كانوا خمسة ولا كانوا ستة ولا كانوا سبعة الله يعلم الله يعلم عددهم لكن معهم ايه معهم كلب معهم كلب تم ربنا اشرف ناس دول وحيخليهم عبرة ويخليهم في التاريخ يخليهم لوحدهم يخليهم لوحدهم لا حطوا معهم كلب تقول لي تفسر ده بايه اقول لك الحيوان عند الله كبير جدا 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 وتعذيب حيوان عند الله كبيرة جدا 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 ترجمة نانسي قنقر